السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة درويد نت اولا وقبل اتمام حلقة اليوم لا تنسى الضغط على الزر لايك لهذا الفيديو فهو زر مجاني ولا تنسى كذلك الاشتراك في القناة والضغط على الزر الجرس لكي تتوصل بشعار اثناء نشرنا لأي فيديو على قناتنا في المستقبل في حلقة اليوم ان شاء الله سوف نستطرر الى طريقة تتبيت وتفعيل برنامج كاسبرسكاي كاسبرسكاي الشهير في الحماية فشركة كاسبرسكاي قد احضرت نسخة مجانية من كاسبرسكاي فدعونا نبدأ بالشرح التطبيق اللهم ارحمني بالقرآن واجعلهني اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهل اولا سوف نقوم بالدخول الى هذا الموقع رابط هذا الموقع سيكون اسفل هذا الفيديو وكذلك في اول تعليق من هذا الفيديو كما تلاحظون فشركة كاسبرسكاي قد انزلت نسخة مجانية كما تلاحظون فهناك للحسوب وكذلك للماك وكذلك للموبايل ففقط قم بالدهاب اsa اغذته الى imac اذهب القسم الخاص بالماك واذا عذلت للموبايل فاكوم بالدهاب الى القسم الخاص بالموبايل فبالنسبة الي فان اغريدوه للحسوب في اقوم بالدهاب الى القسم الخاص بالحسوب ثم اقوم بالنزول الى الاسفل كما تلاحظون هنا لدينا كسبرا سكاي فري يعني مش جاني يعني حديثة النزول تقوم بالضغط على دولود والإشارة إذا كان لديك أي برنامج آخر للحماية قم بيحدفه قبل تثبيت هذا الآخر قم بيحدف البرنامج القديم الذي لديك وقم بتثبيت هذا البرنامج الجديد فهو يعني قانوني وليس بدون كراك وبين أي شيء فهو قانوني من شركة كاسبر سكاي تقوم بتنزيله مجانا تقوم بالضغط على دولود هنا ثم كذلك تقوم بالضغط على دولود نعو هكذا ثم يبدأ التثبيت كما تلاحظون سنتدر حتى يكتمل ثم تقوم بالدخول إلي سوف ننتدر حتى يكتمل التحميل فهو خفيف جدا فقط جوج ميغا كما تلاحظون انتهى التحميل تقوم بالدخول إلي نضغط هنا ثم تقوم بالتثبيت بالطريقة العادية والاعتيادية سوف نبقى مع طريقة التثبيت تقوم بالضغط على ثم تترك هذه العلامة عليها العلامة صح ثم تضع ثم تنتدر حتى يتم التحميل والتثبيت في نفس الوقت ثم ننتدر حتى إكسيميل التحميل إذن بعد الانتهاء تقوم بالضغط على هنا دون ثم تقوم بالضغط هنا سوف أنا لن أقوم بالضغط عليه لأنه سوف يتم إعادة تشغيل الجهاز أنا تقوم بالضغط هنا لكي يتم إعادة تشغيل الجهاز وتشغيل ويشغل معك البرنامج بشكل كامل إذن 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 هذه هي نهاية الحلقة فقط قم بالضغط هنا على هذا الزر اللي كي يتم إعادة تشغيل الحاسوب أنا لن أقوم بالضغط عليه الآن لأنني أقوم بالتسجيل مبروك عليك النسخة المجانية من كسبر سكا إذن كان معكم يوسلا إيبال لسنتم الضغط على الزر لايك والإشراك في القناة يلا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر